ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية للتعليق ومناقشة هذا الخبر وهذه العريضة الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي أهلا بك فان نعم سيد قطب يعني أبدأ معك من فكرة كتابة هذه العريضة المتابع لشأن الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين المصريين يجد أن هناك موجات من التنديد من الزملاء في نفس المهنة سواء إعلاميين غربيين أو حتى في وعد الدول العربية وصحفيين أيضا على شكل موجات كالتي تحدث في الميادين يعني أنه لا يوجد هناك حالة دائمة من التضامن مع الصحفيين والإعلاميين الذين يعانون من الاعتقال والانتهاكات الحقوقية بحقهم في عهد عبد الفتاح السيسي برأيك لماذا تتم هذه الموجات من التعاطف والتنديد بما يحدث لهم على فترات متباعدة؟ هو الحقيقة فيه موجات تعاطف مع الصحفيين المصريين المحبوسين لكن النظام في مصر أبشع مما يتخيل الجميع وغير قابل لأي كلام ولا لأي شفاعات تأتيه من الخارج هذا النظام لا يعرف إلا الضغوط المادية المعروفة يعني لما يكون فيه ضغوط جياله من دول بتهدده بقطع معونات مادية أو عسكرية هو هنا يأتي التأثير لكن مثل هذه المنظمات والمجموعات من الصحفيين مهما كبرت أسمائهم يعني هذا النظام عسكري لا يأبه كثيرا بهذه الضغوط لكن مطلوب استمرار هذه الضغوط لأن هذه الضغوط في النهاية تفرض على الدول المحترمة في العالم وعلى الحكومات الديمقراطية أن تتحرك وليس أن عبدالفتاح السيسي يسمع هذه الضغوط مباشرة أو هذه النصائح مباشرة نعم سؤالي الآن سيد قطب هل هذه الموجات تتعلق بأن مؤسسات إعلامية كبرى أو شبكات إخبارية كبرى مثلا لها بعض الصحفيين المعتقلين فيتم إطلاق حملة للتضامن مع الصحفي الفلاني المحسوب أو الذي يعمل في هذه المؤسسة والبعض الآخر لا توجد مؤسسات إعلامية كبيرة تقف وراءهم ولذلك فهم ربما ينساهم البعض أو لا يتحدث عنهم الكثير هذا جانب مهم من الصورة بالتأكيد لأن معظم الصحفيين المحبوسين بالفعل ينتمون إلى مواقع صغيرة ووسائل إعلام صغيرة اللي لا يعبأ بها الكثيرون لكن الحقيقة في الفترة الأخيرة سلطات الانقلاب في مصر حينما وجدت صمتا أو نقول تهاونا في الدفاع عن الصحفيين المحبوسين منذ أكثر من سنتين بدأت تحبس صحفيين آخرين كسر من غير الاتجاه الإسلامي وهنا بدأت الآلة التضامنية العالمية تنشط بصورة أكبر مما كانت عليه من قبل حين كان فقط سجناء الصحفيين من الإسلاميين لم تكن المنظمات الحقوقية الدولية تتحرك وتهتم كثيرا والسبب من وجهة نظري أن من دوبيها في القاهرة من دوبي هذه المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن الصحفي في القاهرة ينتمون لطيارات يسارية وليبرالية تعارض بطبيعة الحال التيار الإسلامي لكن لا تهتم بقضايا من ينتمون لهذا التيار لكن إذا طالت عقوبات سلطة الإنقلاب بعض المنتمين لتيارات يسارية أو لبرالية أو حتى شخصيات مستقلة معروفة بدأت هذه الآلة تتحرك بشكل أقوى مما كانت عليه من قبل رغم أن شخص أيضا مثل محمود أبو زيت شوكان اللي هو أحد الذين تحركت من أجلهم هذه العريضة هو محبوس منذ فض ربع يعني مر عليها أكثر من سنتين حتى الآن طيب يعني كنت أسألك عند نقطة ما تطرحه من أن الاتجاهات اليسارية أو هكذا ربما يعني تساهم المنظمات الغربية أو بعض المؤسسات الغربية في الضغط على النظام العسكري للإفراج عنها ربما حدث هذا الأمر في حالة حسين بهجت مثلا على سبيل المثال في الفترة السابقة ولكن الأمر مختلف تماما في حالة كحالة إسماعيل إسكندراني مثلا يعني هو أيضا على خلاف كبير مع جماعة الإخوان المسلمين وهناك مطالبات دولية وهناك خبر يشير إلى أن أكثر من سبعين باحث من مختلف دول العالم أيضا وقعوا على عريضة للمطالبة بالإفراج عن إسماعيل إسكندراني ولكن يبدو أن حالة إسماعيل تختلف عن حالة حسين بهجت بالرغم من أن الطيار بعيد تماما عن الطيار الإسلامي صحيح لكن عايزين نقول نضيف حاجة بالنسبة لحسين بهجت أنه مش بس صحفي ولكنه أيضا حقوقي وبالتالي هو يعني لديه شبكة من العلاقات مع كثير من المنظمات الحقوقية قبل حبسه وبالتالي هو زميل بالنسبة لهم فعلشان كده تحركوا أكتر من أجل حسين بهجت على خلاف الحال مع إسماعيل إسكندراني أو هشام جعفر أو حسين السيد أو حتى محمود شوكان اللي هو الآن مر عليه أكثر من سنتين يعني سقط عنه الحبس الاحتياطي بحكم المفروض القانون لكنه لا يزال محبوس منذ فض ربعة يعني يعتقل اليوم فض ربعة ولا يزال السجين حتى هذه اللحظة ومحمود شوكان بالمواسبة هو ليس من الإسلاميين هو شخص لبرالي أيضا لكنه حتى الآن ما زال محبوسا في السجن ربما لأنه أيضا ينتمي لمؤسسة صغيرة يعني هو يعمل بشكل حر مع وكالة أنباء تصوير اسمها ديمو تيكس وهي يعني هو يتعامل معها بشكل حر من القاهرة وهي ليست موجودة في القاهرة لكنه يتعامل معها ربما لو كان ينتمي لمؤسسة كبيرة كما حدث مع صحفي الجزيرة أيضا لكان الوضع مختلفا يعني المسألة هنا نستطيع أن نقول أنه بعض الصحفيين الذين ينتمون لمؤسسات كبرى مثل قناة الجزيرة شبكة الجزيرة بشكل عام سواء العربية أو الإنجليزية استطاعت الشبكة عبر ضغوطها الإعلامية المتواصلة وعبر شبكة علاقاتها أيضا المتشعبة عبر العالم أن تضغط من أجل إطلاق صحفيها وقد حدث أيضا بعض الرموز مثل حسان بهجت لأنه يتمتع بشبكة علاقات شخصية أيضا مع منظمات حقوقية دولية كبيرة فقد تحركت أيضا بقوة من أجله لكن على أي لحوال التحركات التي تمت من أجل الصحفيين هي تحركات محمودة وهي تحركات مطلوبة أنها تستمر خلال الفترة المقبلة لكشف هذا النظام ولممارسة ضغط على الحكومات الديمقراطية والبرلمانات في الدول الديمقراطية لتمارس ضغوطها بدورها على النظام الانقلابي في مصر من أجل إطلاق صراح الصحفيين السجناء اللي هم عددهم كبير واللي بالمناسبة لسه صادر تأرير قبل يومين أو ثلاثة من اللجنة من منظمة مراسلون بلا حدود بيقول أن مصر هي الدولة الثانية عالميا في حبس الصحفيين بعد الصين بمعدل 22 صحفي محبوس بينما الصين 23 طبعا الرقم رقم غير صحيح يعني بالنجاة نظرنا أو على الأقل من خلال معلوماتنا الخاصة في المرصد العربي لحرية الإعلام العدد يعني ثلاث أو أربع أضعاف هذا الرقم أربع أضعاف هذا الرقم يعني حوالي مائة صحفي محبوس ما يجعل مصر في المركز الأول عالميا وليس في المركز الثاني طيب يعني السيد قطب أيضا يتساءل البعض هذه الانتقائية التي تحدثت عنها من أن هناك مؤسسات تتعامل مع موظفيها وهذا بالتأكيد واجب على هذه المؤسسات لا نلومها ولكن الجانب الآخر المؤسسات الغربية التي تنتقي من تقف بجواره أو من تضغط من أجله على النظام العسكري في مصر هذه الانتقائية كيف لكم أن توقفوها كيف لكم أن تجعلوا أن هناك حالة رأي عام في المؤسسات الغربية أو الأنظمة الغربية حتى أو حتى الأمم المتحدة بانكيمون يعني تضامن مع حسن بهجت وكما ذكرت أنت لأنه حقوقي ولكن كيف لكم أن تصلوا بهؤلاء إلى حالة عامة من التضامن مع حرية الإعلام والصحافة في مصر دون انتقاء إن كان هذا إسلامي أم يساري والله أنا أتصور أن الانتقائية ستظل قائمة طول الوقت يعني لسنا مثاليين إلى حد أن نتوقع أن النظام الغربي النظام الدولي سيتضامن مع صحفيين يعني منتهمون بأنهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين أو إلى الطيار الإسلامي بنفس الطريقة التي يتضامن بها مع صحفيين آخرين معروفين أنهم لبراليين أو يساريين هذا سيظل قائم ولكن مع ذلك طبعا لابد من بزل المزيد من الجهود أنا شخصيا ذهبت إلى الأمم المتحدة في جنيف والتقيت بممثل المفوض الخاص لحقوق الإنسان والمفوض الخاص لحرية التعبير وسلمت كشوف بأسماء الصحفيين السجناء وأخبروني الحقيقة أنهم بعثوا رسائل بالفعل للنظام المصري لكن طبعا هي مرسلتهم بتكون مرسلات سرية لا تعلن ولا تكشف للإعلام وأيضا ذهبت إلى باريس لليونسكو وقدمت لهم أيضا قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين وتواصلت مع العديد من المنظمات أيضا الحقوقية الصحفية الكبرى في العالم وأمددتها بما لدي من معلومات وإحصائيات لكن طبعا من دوبيهم في القاهرة بيكونوا أكثر تأثيرا وأكثر وصولا إليهم مع هذا أستطيع أن أقول أن هذه الجهود التي قمنا بها نجحت في رفع العدد من حوالي 3 أو 4 صحفين فقط كانوا يذكروا على أنهم صحفيين محبوسين في مصر إلا أننا الآن نتحدث عن 22 أو أكثر من 22 هذه الأرقام الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة بينما أنا ما زلت متأكد أن العدد هو حول المئة صحفي حتى هذه اللحظة ربما لم تصل هذه التوسيقات بشكل كامل وفقا للمعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة ونحن قائمون الآن على توسيق هذا العدد الكبير من الصحفين السجناء بالشكل الذي ترتضيه الأمم المتحدة وفق معاييرها وسنوافيهم به حين يتم الانتهاء من توسيق هذه الأعداد هل تتوقع في المرحلة المقبلة والشهر القادم حملة للإفراج عن بعض الصحفيين والإعلاميين على غرار ما حدث في الأيام القليلة الماضية قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير ربما إذا نشطت المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى زي منظمة مرسلون بلا حدود اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين منظمة المعهد الدولي للصحافة منظمة الشارع الدولية كل هذه منظمات معنية بالشأن الصحفي ربما لو قادت حملة منظمة خلال الأيام المقبلة ربما تحدث انفراجة على الأقل لبعض الصحفيين المرضى لأنه لدينا عدد من الصحفيين الذين يعانون أمراضا بالغة في السجن ويحتاجون إلى عمليات جراحية عجلة ويحتاجون إلى رعاية طبية خاصة ويحتاجون إلى نقل من مستشفيات إلى مستشفيات خارج السجن لأن مستشفى السجن ليس فيه العلاج الكافي واللازم لهؤلاء الزملاء السجناء مثل هاني صلاح الدين وإبراهيم الدراوي ومحسن رادي ومجد أحمد حسين وهشام جعفر وآخرين الحقيقة يعني أعرف أنهم لديهم أمراض ويوسف شعبان أيضا لديهم يعني معاناة بالغة ويحتاجون إلى رعاية طبية خاصة ربما لو حدث قوة دولية قوية ربما يتم على الأقل نقل هؤلاء الصحفيين إلى المشافي الخاصة أو الإفراج حتى عن بعضهم أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي قطباء العربي كان معنا عبر الأقمر الصناعي ترجمة نانسي قنقر